أكد المجلس القومي للدفاع المدني في السودان يوم السبت أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في البلاد منذ بداية العام تسببت في مقتل ما لا يقل عن 118 شخصا وتدمير 42258 منزلا وقالت إدارة الدفاع المدني إنه بسبب الأمطار الغزيرة تجاوز منسوب مياه نهر النيل مستوى الإنذار بالفيضان وعلى الرغم من انخفاض منسوب المياه في الأيام الأخيرة فمن الضروري لاستمرار في مراقبة التغيرات في منسوب مياه نهر النيل ويقع السودان في شمال شرق إفريقيا ويمر به نهر النيل ويختلف المناخ اختلافا كبيرا في جميع أرجاء البلاد وبشكل عام يستمر موسم الأمطار حتى سبتمبر وعادة ما تكون الفيضانات أسوأ في أغسطس وسبتمبر